وهي دي قيمة الوفاية جماعة وده مش مع لعب حتى رحل حفظوا الحقوق كمان يعني شوفوا أكم من لعب لعب في النادي الاهلي ومشي وليه فلوس متأخرة مرة سامي أمصان اللي انتقل للإسماعيلي بعد الاهلي قال كنا على مباراة مع الاهلي والإسماعيلي وهو في صفوف الإسماعيلي فبيقول لقيت الإداري جايلي قبل المطش إداري النادي الاهلي وبيسلمني الشيط بمستحقات المتأخرة اللي كانت ليا في النادي الاهلي حسام وإبراهيم لما مشوا من النادي الاهلي كان فيه عاصفة من الخلاف معاهم وحصلت ضجة كبيرة جدا وانتقلوا لنادي الزمالك وحصل اللي حصل بس كان لهم فلوس في النادي الاهلي مكافئة آخر بطولة واخدينها إداري النادي الاهلي سعيد أحمد أفتكر وقتها ودى لهم الفلوس لغاية البيت ده حصل مع كل الناس اللي مسلت النادي الاهلي وكان لها حقوق عند النادي الاهلي فقيمة الوفاء وقيمة الالتزام بالحقوق هي دي اللي بتخلق القيمة وهي دي اللي بتحافظ على نقاء الصورة بس كمان لما يتحول الأمر مع كل هذا الحرص على هذه القيم إلى عواصف تشكيك ونبص نلاقي هناك تزديدات نحو مرمى الخطيب كابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي رمز المجلس فبالتالي فيه أسباب كتيرة جدا بتخلي الناس اللي عايز يهاجم مجلس الإدارة الاسم الأشهر في السياق محمود الخطيب اللي عنده حسابات انتخابية أو لم يوفق في انتخابات سابقة الخطيب بجمهريته حجر عطرة في طريق طموحه فتلاقي المسائل باستمرار الخطيب بدل ما كان بيسدد نحو مرمى المنافسين والخصوم بيسدد عليه كتير من هذه التزديدات لكن الخطيب ابن الأهل جدا ويعرف تماما من أول مرة دخل مجلس الإدارة وحتى اليوم هو عارف كيف كان الأداء العملي لمسألة قيم النادي الأهلي وأخلاقيات النادي الأهلي النادي الأهلي يرد على الصغار ويرى أن الرد على الصغار صغار نعم النادي الأهلي يصمت أمام الجهلة والحمق لأن الصمت عن الجاهل والأحمق شرف لأن الأسد يخشى وهو صامت والكلب يخسى لعمري وهو نباحه فهذا هو النادي الأهلي أنا على العكس تماما برضو أنا المتابعة بتأتي لعواطف الجماهير الأهلوية رغم أن أنا حتسمح لي حخرج جزء كده وروح أنه يعني أكتر سؤال أنا بتسئله على مدى الأسبوعين الماضيين هو خلي بالك تشوف السؤال إزاي هو الخطيب جاب المدرب هو الخطيب جاب المدرب الحقيقة يعني لأنه جماهير الأهلي حريصة على النادي الأهلي لكن فيه كثير من المبلغة والعاطفية هقول لك أيها هو جاب المدرب اسمه ماركوفيتش صوت يعني هو بالنسبة لللي بيسأل هيعرف إيه؟ نادي الأهلي بيامل كل شيء وليس فيه جعاجعة وجعاجعة هي جمع جعجعة الأهلي ليس فيه جعاجعة وليس فيه من يحب الظهور في الصورة دوما كل شيء بيتم فيه بهدوء النادي الأهلي بوقار النادي الأهلي بقيمة النادي الأهلي فبناء عليه عندما لا يرد الخطيب الحقيقة أكتر ناس بتتعب هم كارهي الخطيب كارهوا هم كارهوا الخطيب اختطتك واحدة في حياتي نعم هم كارهوا الخطيب كارهوا الخطيب بيبقوا نفسهم أنه الخطيب كرمز لنادي الأهلي صحيح يرد ولكن هو ما بيدلهمش الفرصة دي نحن ده أسلوب النادي الأهلي سعيد الأسبوع اللي فات كان كاتب مقالة في الأهرام عن في ملعب التنمية فاستهل المقالة أنه تلاحظ لي كثيرا أنه كلما سئل الكابتن محمود الخطيب من صحفيين لماذا لا ترد يبقى كلمته الدائمة الرد في الملعب ويرد بإنجازه وبطوله فبيعتقد أو بيدعو الدكتور عبد من عم سعيد أنه ده المفروض يكون نقل لكلام بقى وكل يرد في الملعب كل يرد بالعمل كل يرد بالشغل بجد صحيح النادي الأهلي خلال الفترة الماضية حقق حقق الكثير من الوعود اللي وعد بيها أعضاءه أعضاء النادي الأهلي في مقاره الثلاثة ما بنسمعش عن الإنجاز إلا بعد انتهاءه ما بنسمعش قبلها لا وبنحضر وبنشوف هنيجي حتى لملف الإنشاءات لكن الحياة وإحنا بنتكلم عن تزديدات نحو مرمى الخطيب وهو أكتر من سدد نحو مرمى الخصوم والمنافسين بنلاقي برنامج زي برنامج نادي الزمالك يبدأ يتحدث على في كل لحظة عن النادي الأهلي والخطيب كلما فعل الزمالك أمرا لابد من السؤال قصو الأهلي بيقلدنا كانت النكتة الطريفة الزمالك كان أوفد الأستاذ أحمد مرتضى والأستاذ أمير مرتضى للتعاقد مع مدرب أجنبي فتقال الحق الأهلي بيقلد الزمالك الأهلي بعد أمير توفيق ومعاه المهندس خالد مرتاجي عضو مجلس إدارة النادي للتعاقد فالأهلي بيقلد الزمالك وأنا عشان أصفر حد يتعاقد مع حد كده بيقلد طيب إيه رأيكم في السبعينات الأهلي بعت الكابتن صالح سليم الكابتن صالح سليم عليها رحمة الله سافر المجر عشان أتعاقد مع مستر هيدكوتي ويقول الخبر وقتها أرسل صالح سليم عضو مجلس إدارة الأهلي ومبعوث النادي إلى أوروبا يا سيدي ما تزعلش أرسل صالح سليم عضو مجلس إدارة النادي الأهلي ومبعوث النادي إلى أوروبا للتعاقد مع آه الكابتن صالح أرسل صالح سليم عضو مجلس إدارة النادي ومبعوثه إلى أوروبا للتعاقد مع مدرب أجنابي لكرة القدم برقية بأنه اتفق مع هيدكوتي بصوا أهلي صالح سليم عضو المجلس للتعاقد ده كان في السبعينات كمان في بداية الألفية الأهلي أرسل الكابتن محمود الخطيب عضو المجلس 2001 والأستاذ ياسيم منصور عضو المجلس في 2001 للتعاقد مع همان والجزيه فبالتالي مش الأهلي هو اللي قال له ده خالص ده نهج الأهلي ماشي عليطه لعمره لكنه ده رأي وقلنا يعني الأهلي لا يستنى السنة جديدة ده بيعمل الكلام ده من عقود طويلة مضت ألاقي موقع زي موقع الفجرة عامل تقرير مطول كل محاولات تزديد نحو مرمى الخطيب تحديدا الأهل والزمالك وخطايا المدربين فبيبدأ التقرير أنه دأب مجلس الأهل برئاسة محمود الخطيب على السيرة على خطى مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك في قضايا تتعلق بمصير المدربين الذين يقودون الفريق الأحمر بالإضافة إلى الاعتراض على بعض الحكام ببطولة الدورة ظهر مجلس إدارة الأهل برئاسة بيبو هكذا يقول الفجر في أول ولاية له في القلعة الحمراء متخبطا في بعض القرارات الإدارية مما أعاد للأسهان مرتضى منصور رئيس الزمالك الذي تعامل مع نفس المواقف بنفس الطريقة والأسلوب وسواء مع المدربين السابق يعني الكلام هدفه إنه الكابت المحمود الخطيب بقى ماشي على خطى الأستاذ مرتضى منصور زي ما الأستاذ مرتضى منصور بيستغنى عن مدربين في وسط الموسم الكابت الخطيب استغنى عن مرتضى لسارتي في نص الموسم هنا الناس في الفجر مش عايزين يلاحظوا إنه الموسم بالنسبة للأهل خلص أنا مش فاهم الناس فاهم إنه الموسم ممتد مباراة الأهل وبرامت أخرجت الأهل من الكاس فأنهت للأهل الموسم فأصبح من حق لجنة الكورة ومجلس الإدارة محاسبة الإجهزة الفنية وتقييم أداءها فهنا ما حصل شيء استغنى في وسط الموسم لكن حتى ده لسنة من الخطيب ولا حاجة جديدة من مرتضى منصور خالص تاريخ كرة القدم قالك يعني الأهل برضو اعترض على قرارات التحكيم فأصبح الكلام لا ده كده الكابت محمود الخطيب الأهل عمره معترض التاريب بيقولك عمره رسائل أهلي معترضه على الحكام اللي بيعملها الكابت محمود الخطيب عشان رئيس نادي الزمالك بيعملها وكأنه الاعتراض على التحكيم لعبة فقط من الكابت محمود الخطيب طب من راجع تاريخ الأهل مع التحكيم وإزاي الأهل في كل العصور بيشتكي من الظلم اللي واقع عليه ووصلت المسائل إلى مداها في بعض المواقف كابت محمود الخطيب كان عنده سنة واحدة موليد اربعة وخمسين وهو عنده سنة سنة خمسة وخمسين تفجرت أزمة الترام الأهل والترام المباراة التاريخية الشهيرة كان الحكم فيها الكابتن حسين إمام عم الكابتن حمدة إمام وحصلت الخناء بين توني لعب الترام وطلعت عم حميد لعب الأهل وكان حمله الراية الكابتن محمد حسن حلمي أخذ التحاد الكرة وقتها بتقرير محمد حسن حلمي اللي أدام فيه لعب النادي الأهل بعكس تقرير الحكم اللي كان أنصف لعبة النادي الأهل رفض لعبة الأهل تحاد الكرة قرر تسريح لعبة الاهلي بالكامل سنة خمسة وخمسين ودهم حق الانتقال لاندية اخرى لعبة الاهلي رفضوا النصيع للقرار وتمسكوا بالبقاء في الاهلي حتى لو مش هلعبوا كورا فكانت النتيجة وقتها حل الاتحاد بالمناسبة كان رئيس النادي الاهلي وقتها عبود باشا احمد عبود باشا كان رئيس النادي الاهلي واخد هذا الموقف المتشدد جدا من ظلم التحكيم وهنروح بعيد ليه مهوف تمانية وتمانين الموسم اللي اعتزل فيه الكابتن محمود الخطيب كان كابتن صالح سليم رئيس النادي وفاكرين حضراتكم مباراة الاهلي والمحلة وابراهيم النادي وضربة الجزائي اللي اتلغت والاهلي رفض التعامل مع اتحاده الكرة وقتها وتم حل اتحاده الكرة اللي كان بيرئاسه الدكتور حسن عبدون انا بس عندي وجهة نظر يا استاذ ابراهيم الحقيقة انا ارى ان هذه الفقرة في المعدة يعني الحقيقة ما استحقش عناء الرد النادي الاهلي يدافع عن حق حق النادي وحق اعضاء النادي وحق جماهير النادي عندما يستدعي الامر ذلك النادي الاهلي لا يقبل الضيم طيب النادي الاهلي بالنسبة للمدربين ما هو طبعا حصل قبل كده في فترات كتيرة انه ثلاث او اربع وقائع على مدى التلاتين سنة اللي فاتت انه النادي الاهلي اضطر انه يستغني عن بعض المدربين الاجانب اما الامور ما كانتش ماشية معاهم وبكل الاحترام ايضا ما بيقولوش احنا بنوخيل ولا حاجة بيقول احنا بنوجه الشكر وبنعمل لهم حفلات تكريمية وهكذا لكن انه انا اهتم بما يقولو ما انا مش عارف الصحفي الصحفي بتاع الفاني تأرير كبير قد يكون قد يكون الصحفي بس واحد من عضاء مجلس التحرير في القناة المحور طيب كان كابتن صالح سليم رئيس للنادي في 94 لما الاهلي اخذ الموقف المتشد التاريخيا ضد الاتحاد الافريقي وانسحب الاهلي بعد مباراة الصوبر الشهيرة بتاعت بيتروس متابيلا وما لحق بها وما اثير حولها لكن وقتها الاهلي توقف عن المشاركة في البطولات الافريقية بسبب ظلم التحكيم من الحكم الجنوب افريقيا مجلة الاهلي كثيرا ما اخذت مواقف متشددة جدا دعم للنادي ومواقفه ضد التحكام ده مهزلة بعد مباراة لداحو الحكم المغربي او الحكم الجزائري للنادي الاهلي في عام تسعة وتسعين ثم شكوى شديدة جدا في مهزلة كان بطلها الحكم منك لله يا داح حنلاقي مهزلة وشكوى من ريشة وكان لك مقالة في هذا العدد ظلم وزنه سقيل او ريشة سقيل الوزن في الظلم لا 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 انا بقول هو هو يعني الجريشة والاهلي لجأ للفيفا وقتها نعم ضد داحو الجزائري اه لا ده انا فاكر انت بتتكلم على اخر الظلم اللي هو العجيب جدا لانه انا عندما يعترف حكم دي نقطة مهمة جدا ايه هو اعترف في فيديو بصوته وصورته قال نعم انا ظلمت الاهلي لكن ايه اه القى بالمهمة على الحكم الخامس باللائم على الله في مباراة دول الستاشر في كأس مصر اليس الاعتراف سيدة الادلة مش كده برضو طيب انتو شفتوا لجنة الحكام الراجل بيها بيعترف بخطأ المباراة انتهت وتحسبت لكن اين حق الاهلي اين حق الاهلي من جريشة صحية برضو تقرير الفجر واحنا لما بنتعرض لتقرير لانه تقرير نشر نشر في موقع اه له اه شعبيته له متابعيه وكله مغلطات غريبة جدا الاجيال الجديدة لم تعاصر مثل هذه الوقاعة فالامر بيلتبس عليها وبتظن ان المسألة كده مع الالحاح ومع التكرار الناس بتصدق بدون محد يفطن الى انه لا الاهلي في كل العصور فيه مدرب مثلا زي آآ باطلر الاهلي بيستغنى عنه في وسط الموسم لانه شاف في 88 انه فيه مشكلة وكان رئيس النادي كابتن صالح كابتن عبدو صالح الوحش عليه رحمة الله في 91 بيضطر الاستغناء عن مايكل ايفرت الانجليزي الكابتن حسن حمدي والاستغناء عن جون بن فرير دي كلها وقائع بقولكو فكرة التغيير في وسط الموسم مكروها اهلويا وسلوك مش متكرر الا فيه مناظر وبيبقى ما فيش حل الا ان انت تستغني لكن الموسم الحالي الناس مش عايزة تنتبه انه خلص لا هو برضو المقارنة الحقيقة انا ما بحبهاش يعني ما بحبهاش المقارنة لكن مقارنة ايه بس احنا بنتكلم على حد شل الستاشر مدرب في في كم سنة في كم سنة ستاشر مدرب هاي والوالنادي المنافس الشقيق شل الستاشر احنا بنتكلم في ايه احنا بنتكلم في ايه الحقيقة يعني مقارنة مش في محلها آسف يا استاذ ابراهيم ان ايه ظهر علي بعض الامتعاض من اننا مقارنة مالهاش لازم حتى وان كانت تمثل الحاح اعلامي لا ايه الحاح ايه الحاح صدقني جماهير مش الجماهير الحية مش جماهير النادي الاهلي وحدها يعني جمهير الكورة عندها من الذكاء ما يكفي يعني يعني بتبقى عارفة اصل الحكاية الحكاية يعني صعبة جدا صعبة جدا ان انا اقارن التفاح بالبرتقان طيب اشتركوا في القناة